اشتركوا في القناة الوزراء الخارجية الستة القمة السوداسية دمعالي وزير الاسرائيلي السادة الوزراء سامح شكري وزير الخارجية المصرية السيد ولي العهد الاماراتي وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد والبحريني عبداللطيف بن راشد زياني والوزير المغربي ناصر بوريتا وفي تلك المدينة الممتلئة هي قلب المدن الاسرائيلية نحن نرفض جميع ستة وسائل الإرهاب والعنف وفي كل الوسائل لدينا هدف واحد هو عدم قتل الناس الأبرياء وسفك الدماء البريئة وكل التعازي الحارة لكل الأسر الذين فقدوا زويهم في تلك العمليات الإرهابية وماذا أعلنته حماس في ذلك الأمر ونحن مجتمعون في تلك القمة هنا اليوم أن ليس هناك أي شيء سوف يرعبنا أو يخيفنا بيننا نحن ونحن لن نسمح لهم وليس لدينا أي وسائل لمكافأة الإرهاب على ما يعملونه من جرائم إجرامية ولن نتحن جانبا من أجلهم نعم سوف نكمل بغرض السلام ولن نستسلم وفي الليلة السابقة اجتمع كل الوزراء وآدانوا بصوت عال مرتفع ضد الإرهاب والعنف ضد الإسرائيليين وتأمين منهم بالفعل في والدهم ديفيد بن كورين الذي استقال هنا وتقعد هنا ودفن هنا في مدينة النقب وقام ببناء هندسي جميل من أجل رسالته لسلام العالم ونحن نبني قدرات مع جميع وزراء خارجيات العالم من أجل السلام وليس لدينا أي مخاوف أو تردد وليدينا القوة الكاملة نحن نكون هنا في مدينة النقب بعد توقيع عدة عقود ونريد تفعيل بنيد السلام الذي أقامها الرئيس السادات ونحن نريد الأمن والأمان لجميع العائلات في العالم من أجل السلام ونحن هنا منهاج لهذا السبب ونحن نقف هنا في هذا المكان في تلك الصحراء من إسرائيل نريد الازدهار والتقدم نريد بناء المدارس والمتشفيات والمعالم السياحية تلك القمة هي الأول مرة من نوعها وفريدة من نوعها ولن تكون الأخيرة ونحن معنا أصدقاؤنا معالي وزير الخارجي الأمريكي ومعالي وزير الخارجي الأمريكي فليتفضل بإلقاء كلمته أنا في غاية السعادة لكي أقابل الوزراء هنا في تلك القمة الفريدة من نوعها ومنذ هنا ومنذ قرابة 19 عاما نحن هنا نتضامن مع جميع الضحايا وأنه ليس هناك أي عائلة عليها أن تفقد عزيزها أو تخوض تلك التجربة الحزينة والقاسية نحن هنا نقف أمام العنف والإرهاب وهذه هي النقطة التي نحن من أجلها ونريد تفعيل التوازن في العالم وأنه لشرف كريم أن أكون مع وزراء الخارجية العرب من مصر والإمارات والبحرين والمغرب نقف جنبا سويا ولسنوات سابقة كان هناك يقول أننا مستحيل أن نجتمع سويا وسيد إبراهام أنت أنه كان لديه خطابا وحوارا من أجل من أجل الإنسانية أنه ليس هناك أي شيء يخيفون كما قال سيد بن جوريون سابقا ونحن هنا نحن نوقع عقدا هاما مع مصر والإمارات والبحرين والمغرب كانوا يقولون أن ذلك مستحيلا ولكن الآن أصبح ممكنا أول وزير كان يزور البحرين السيد الإسرائيلي بحرين ونحن نقوم بها من أجل السياحة بين البحرين ونحن نقوم بها ونحن نقوم بها من أجل السياحة بين البلدين وفي ذلك تفاعلات الناس لديهم حرص على التعلم من بعضهم البعض وماذا حدث في دبي المرض الدولي الذي تم افتتاحه في دبي وفي الغن سوف نرى لعبين كرة الكرم من جميع الدول المشاركة سوف يلعبون في بطولة إبراهام في إسرائيل نحن هنا من أجل سلام على المستوى العالم كله نحن هنا من أجل التقدم والازدهار ونود على كل الحكومات الموجودة في تلك القمة أن تركز على الازدهار والتقدم والتعاون ومناقشة صبل التعاون بين الدول وبعضها البعض نعم نحن نقف بواكه العنف ونتصدى للإرهاب وناس على تحقيق التوازن بالعالم ونحن نريد العالم كله في سلم وأمان ولهذا نشكر قدوم مصر اليوم لتحقيق تلك السبل ونحن من أجل تعزيز سبل التعاون والتسامع بين البلاد علينا أن نقدم الازدهار لتلك الشعوب ونحن هنا من أجل التقدم الفعل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبذلك العلاقات الدبلوماسية مع الإسرائيل وتحقيق صبل التعاون معها والذي كان لديه أثرا إيجابيا بحضور تلك القمة اليوم وهذه المحادثة لديها هدف أنهم يكونون على حدة يحصلون على الكرامة والمساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهم كجيران لبعضهم البعض كأصدقاء ونحن هنا لنواجه التحديات الأمنية وبذلك كان قمة 33 ماضية كانت هناك سيد الرئيس السادات ونظيره الإسرائيلي عقدوا اتفاقات للسلام وكانوا يقولون أن هذا لن يكون ممكناً أو هذا سيكون مستحيلاً أن يكون هناك سلام بين مصر وإسرائيل ولكن الواقع هو تحقيق سبل السلام وخلق حقيقة جديدة بخصوص هذا الأمر نحن هنا نتفاعل مع بعضنا البعض ونتعامل مع بعضنا البعض ونقف جنباً إلى جنب وهذا هو التقدم الذي نستطيع تحقيقه أو تخيله وأنا سعيد بتواقتي هنا مع القادة من المجتمعات المختلفة والدول المختلفة لتحقيق علاقات مثالية وكان لي الشرف أن أكون هنا وأن نكون سوياً مع بعضنا البعض وأن أراكم هنا من أجلنا ومن أجل العالم أجمع الآن سوف أدعو أسيد عبداللطيف السياد وزير خارجية البحرين من أجل كلمته معاني الوزراء السيدات والسادة أنه لدواعي سروري أن أشارك في تلك القمة المتميزة سيد لابيت وزير الخارجية الإسرائيلي من أجل الاستضافة الرائعة وأشكره بتلك الاستضافة الرائعة لدينا هنا في مدينة النقب وتحدثنا في الليلة السابقة عن قضايا إقليمية وعالمية هامة ونحن هنا من أجل الوقوف مع عائلات الضحايا وأنا أقوم بالمشاركة نيابة عن دولتي البحرين من أجل التعاون في سبل السلام وتحقيق الاحترام وهذا منعكس على السيد الملك حامد بن عيسى الخليفة والسيد بن سلمان الخليفة سمو الملك وهذه هي فرصة لنبني معاهدات إبراهيم 2022 وتحقيق الأمن والأمان والإزدهار لكل العالم وكانت هناك حاجة ملحة من أجل تفعيل هذا الدور في المنطقة ونحن ندين كافة الهجمات الإرهابية ضد المدنيين ونحطيق التعاون والاتحاد ونحتاج لتفعيل تلك المبادئ من أجل التعاون والحوار والثقة المتبادلة والاحترام المتبادل ونحقيق التعاون والاشتراك بين كافة المشاركين وتفعيل الثقة من أجل الأمن والأمان والازدهار ونحن نوري جميع العالم المنطقة أن نستطيع تحقيق ذلك مع العمل بعضنا ببعض والعمل سويا من أجل مواجهة تلك التحديات الصعبة التي كانت من المستحيل التعامل معها فرديا ومن أجل تكديد تلك التحديات ونحن من أجل القضية الفلسطينية لحل التعاون المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتحقيق سبل الأمان للفلسطينيين ولكافة الأطراف السيدات والسادة مملكة البحرين تتحرك بسرعة من أجل تحقيق تلك الاتفاقيات والمعاهدات لدولة إسرائيل ونرى إمكانية كبيرة من أجل التعاون في السفر الثامنية عشر شهرا المنصرمة من سبل التعاون بين البلدين وهذه خطوة هامة تقوي العلاقات الثنائية وتحقيق التعاون التام مع جميع الوزرات والدول وأود شكر وليات المتحدة الأمريكية من أجل دعمها ومن أجل تحقيق السلام بالمنطقة والترابط وأشكر وزير الخارجية الإسرائيلي من أجل استضافة تلك القمة الفريدة من نوعها وما حققناه اليوم شكرا لك شكرا لك معالي الآن نستمع إلى كلمة معالي وزير خارجية مصر السيد سامح شكري سيد وزير الخارجية لبيب السادة الحضور السيدات والسادة أهلا وسهلا بكم أنا أشكركم على دعوتي لتلك القمة الفريدة من نوعها والحصول على الاستشارات الدائمة من جمهورية مصر العربية ونحن هنا من أجل مواجهة كافة التحديات في المنطقة وذلك كان اليوم قبل أمس كان هنالك الذكرى الثالثة والأربعين بين السلام بين مصر وإسرائيل والتي انعكس على العلاقات بين البلدين وهذا ما قمنا به من خلال تطبيع وتسوية العلاقات مع إسرائيل في الثلاثة واربعين العام منصرمة من أجل تحقيق السلام للمنطقة وتلك المناقشات أعطتنا الفرصة من أجل تقوية العلاقات والترابط بين المواع ضائع المختلفة والعلاقات الهامة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعلى الدولتين أن يعيشوا معا سويا جنبا إلى جنب في سلام تام وهذا ما تم تسليط الضوء عليه في تلك المحادثات والمباحثات ونحن نحاول في السنوات الماضية على تسوية العلاقات وتحقيق السلام المتبادل بين الإسرائيليين والمصريين والفلسطينيين بالمنطقة من أجل شعوب المنطقة وتعزيز سبل التعاون بين وليات المتحدة الأمريكية والتي نشكرها بدورها لذلك التنصيب والتعاون والفهم الكامل ولذلك نحن وصلنا هنا من أجل إدانة جميع أنواع شتى وسائل العنف وأعضاء العالم الدولي سواء كانت الدول العربية المسلمين والمسيحيين وأيضا الترابط التي قد أظهرها سيد رئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون والسلام والأمن في المنطقة ومقاومة أي وسائل سلبية أو أي تدخلات أجنبية وهذا ما صلتنا الضوء عليه مع المباحسات الأمريكية والإسرائيلية ولحماية أمننا الوطني الداخلي وفي ذلك تعزيز سبل التعاون لتحقيق السلام في المنطقة ولتحقيق سبل التعاون مع إسرائيل بخصوص الاستقلال وتحسين كافة أنواع التعاون من أجل منفع ومصلحة المنطقة ونحن نتطلع قدما لتحقيق الفهم المتبادل في العديد من القضايا الهامة المتنوعة في المدى القصير وتلك الضغوطات والحساسيات التي تقيد استعاون الحال في المنطقة وهذا وقت حساس علينا فعل تحقيق سبل التعاون ومصالح المنطقة بشكل نحتام فأشكركم من أجل تلك الفرصة العظيمة ومن أجل هذا الحوار الشيء مع الوزير مع الوزير سيد ناصر بوريتا وزير الخارجية المغربي للتعاون في منطقة إفريقيا وأود أن أبدأ بتحييت التعاون من جهة دولة المغرب ونحن ندين كافة أنواع العنف والإرهاب ونتضامن مع أهالي الضحايا ونتمنى التعافي لكل المصابين وحضورنا اليوم هو استجابة لتلك العمليات الإرهابية أنا لدي عظيم الشرف التواجد هنا في قمة النقب اليوم ويبغي علي أن أقول أن هذه هي القمة الأولى في نغف وأشكركم على اختيار تلقى الرقعة الهامة واللطيفة وأشكر تحقيق سبل الالتزام والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية عضوا يعتمد عليه في المنطقة من أجل تحقيق الأمان والسلم تحت تعليمات بناء على تعليمات سيد ملك المغرب تتجلى نحن نشكركم على استضافة إتنا في دولة إسرائيل سيد محمد السادس نحن عندما قمنا بتأسيس العلاقات فهي فرصة حقيقية فهذا هو قرار طبيعي من أجل تحقيق سبل السلام وهو كان عن قناعة تامة وأن هناك نعاكل عائلة إسرائيلية لديها فرد مغربي فإن المحافظين في كل مقاطعة إسرائيلية تتحدث أن هناك أصل مغربي في تلك المقاطعة فهذا أمر رائع بين المملكة والشعب هنا وعندما اجتمعنا في ديسمبر الماضي كان هناك صوب الاشتراك واتفاقيات مختلفة وهذا طبيعي جدا أن يكون هناك زيارات تتضمن تلك العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هنا في إسرائيل الرسالة الثانية هي للمنطقة نحن هنا اليوم ونحن هنا بشتى جميع الوسائل نؤمن بإخلاص وبأمانة السلام بين العالم وبعضه البعض ونحن هنا نقوم بإعطاء الميزة وخلق القيمة التنافسية من أجل تحقيق السلام لكل دولة بالمنطقة وهذه رسالة إلى العالم أجمع وإلى شعوب المنطقة نحن هنا لكي نخلق ونقوي العلاقات بين الشعوب وبعضها البعض ونحن نأتي هنا من دولتنا من أجل تحقيق تلك السبل من أجل التعايش والتواجد والتصاحب وتلك القمة هي مفعمة بالحيوية وهناك تحسين في العلاقات بين الشعوب وبعضها البعض فتلك القمة هي متميزة بالفاعلية المستمرة من أجل تحقيق سبل التعاون والأمن والأمان والسلم بين الإسرائيليين في المنطقة وإيجاد حلول التي كانت تحت توجيهات الملك محمد بن سيدس من أجل الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية والقدس كعاصمة وتلك المباحثات تتضمن تحقيق سبل التعاون والأمن والسلام وأود أيضا توجيه رسالة في تلك الأحداث الهامة والمباحثات لنتجي ندافع على مصالحنا في المنطقة وخلق درع واق حامل في المنطقة وهذه هي روح مدينة النقب هنا ونحن هنا من أجل تحقيق نتائج ملموسة حقيقية وتفعيل العلاقات نحن هنا في الصحراء وأشكركم على اختاركم تلك المدينة شكرا لكم والآن جاء دور السيد عبدالله بن زايد النهيان ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الخارجية أنا دعني أبدأ بتقديم الشكر والتهاني فنحن ممتنون من أجل الاستضافة هنا في مدينة النقب وأشكر كل فرد هنا وهذا ما يقدم أنها حقا لحظة تاريخية بامتياز من كل شخص هنا في تلك القمة على المسرح و43 عاما مضت كانت هناك علاقات تسودها الأمن والسلام بين مصر وإسرائيل ويعملون مع بعضهم البعض ومواجهة كافة التحديات ولعقود طويلة الأجيال بين الفلسطينيين والمصريين والإسرائيليين يعيشون إلى سويا فنحن هنا من أجل تغيير القصة كاملة وتحقيق مستقبل باهر وبناء مستقبل بناء من أجل أولادنا وأطفالنا في المستقبل وهناك حقا هذا جديد لنا لي عبد الناصر وأنا أن نكون في إسرائيل للمرة الأولى فنحن كنا فضوليين من أجل معرفة ومحبين للإطلاع ماذا يحدث هنا في إسرائيل لوقت طويل نحن نعرف بعضنا البعض ولكن نحن هنا من أجل بناء علاقات أقوى وفي العام ونصف السابق كانت هناك علاقات مشتركة بين إسرائيل فكان هناك عدد كبير من السياح الإسرائيليين يزورون المنطقة يزورون دبي والإمارات العربية المتحدة وهذا هو ما يعكس ماذا حدث بالأمس وهو ليس من أجلنا نحن فقط ولكن من أجل منطقة أفضل من أجل شعوبنا تعمل مع بعضها البعض ونحن هنا نتجاوز تلك الأزمات والقصص والسرد بالكراهية والحقد والضغينة وهذا يهمنا جميعا ونحن نحقق الأفضل في مستوى العديد من العلاقات هذا جلي وواضح لي أنه هناك إمكانية كبيرة ومصر كانت رائدة وقائدة للـ 43 عاما المضت فأشكر لكم الدولة المصرية لتلك الخطوات الجادة والهمة في تحقيق السلام وأشكر أيضا معالي وزير الخارجية الأمريكي لتحقيق تلك السبل ووجودنا هنا وتشجيعنا على فعل المزيد والمزيد من أجل منطقة مستقرة مزدهرة شكرا لك معالي الوزير شكرا لسموك هذا نختم القمة الأولى في مدينة النقب أشكر معالي الوزير وكافة الوفود والجاليات هنا وأتمنى أن لدينا قمم أخرى إقليمية في مدينة النقب شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر